لما بتسترجع الأيام اللي فاتت كلها كانت إيه أفضل لحظات حياتك في الكورة؟ طبعاً أفضل لحظات حياتي كلها كانت في النادي الأهلي يعني نادي الأهلي ومع منتخب مصر ممكن أنا الحمد لله شاركت في كاس عالم للشباب مع منتخب مصر ونادي الأهلي طبعاً حققت بطولة أفريقيا وكنت موجود في كاس العالم الأندية في المغرب طبعاً كل اللحظات الحلوة وغير الدورة وكاس وسوبر والكلام ده كله مع النادي الأهلي للحاجات دي عمره ما تنسي يعني أحب بقى أبدأ أهمي الأول تماماً تزاي روحت الأهلي؟ أنا في الأول خالص يعني الأول كنت بلعب عادي في مركز شباب اسمه مركز شباب الويلي وصدفني إن أنا قابلت الكابتن ريدا حميدة ربنا يرحمه يا رب كان هو طبعاً كان لعب في نادي الزمالك وراجل زمالكوي جد فشافني وأنا بلعبه كده فكان عايز يوديني نادي الزمالك طبيعي فأنا قلت له أنا بحب النادي الأهلي كنت صغير طبعاً وكده فأنا قلت له أنا بحب النادي الأهلي كده كان عندك كم سنة وقتها؟ كان عندي ثمان سنين ثمان سنين؟ يعني ثمان سنين هيقولك أهلي وزمالك تروح على طول بس أنت قلت له أنا عايز يروح إلى أهلي إن أنا كنت صغير طبعاً ويحب النادي الأهلي وكنت بحب أتفرج على المشاوة بتاعة النادي الأهلي فأنا قلت له أنا نفسي أروح إلى الأهلي فوديني إيه؟ لو فيه اختبارات أو حاجة وديني فوداني فعلا روحت كان الكابتن بدرجة بساعتها وكابتن محمد سعيد وكادٰ عبر ورحمه فروحت ونزلت اختبارات مرة واثنين وتلاتة عربعة حتى ما ربنا كرمني وبي عد في الناشئ النادل الأ hélico مرة واثنين وتلاتة عربعة ليه مرة واثنين وتلاتة عربعة طبعاً هو في نارو الأهلي بيختبرش اللعب من أول مرة يهدو فهو الأول لازم يشوفك مرة واثنين وتلاتة بتنزل مع الأول مع اللي هي الاختبارات بتاعت الناشئين بعد ما بتخلص بيوديك مرحلة تانية إن انت يلعبك واحد على واحد دي كنت على طول موجودة زمان في نادي الأهل بتلعب واحد على واحد مع لعيب من النادي نفسه يعني الناس اللي هي قادمة مننا لعيبة الفر بتلعب واحد على واحد بعد كده بتلعب مثلا زي تأسيمة وبيشوفك فيه بعدها بيقدر يكرر إن انت تكون موجود أو مش موجود هاي دخلت الناشئين في نادي الأهل وانت عندك 8 سنين تمام وصلت بعد حد ما وصلت الفهيل أول وصلت إزاي أنا بعد كده ابتدينا كان كام ده في 2001 ابتدينا مراحل للناشئين كلها طلعت أول ماتش ليا كان مع الكابتن حسام البدري كان آخر ماتش في الدورة خالص كان مع الجونة كان موسم كام؟ تقريبا 2009 كنت طالع كان عندي بالضبط حوالي 16 سنة ونص أو 17 سنة فطلعت لعيبة الماتش ده ده كان أول ماتش ألعبه مع الكابتن حسام البدري اشتركوا في القناة